سلامة و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنعلم بعضنا هرقمة بالسيقه البقري انا اخذت 4000 و انتم اخذوا الكمية اللي تحبوا عليها الاكلة هذه شتوية بمتيازة و كذب ما تبرد الدنيا شوية انا بدأوا نعملوا في الحاجات متعشته هنا في السعودية مازلت ما بردتش برشا اما كمام تقص بداية تبدل شوية انا راهم نطيب هاش ديريكت لازم نغليها ساعة قبل و بعد نتخلص من الماء اللي غليت فيه و نطيبها على نظافة و انتم هاوكا كيفش مستنسين الطيب و هاوكا طيبو باش نهزها توا نغليها حكي الدرجين هكيكا و بعد نعود نغسلها و بعد نطيب بها ريتو كيفاش كيتغليو هاكا الكاشكوشا و حتى اللون الماء حقيقا حسوا يتبدل يولي هكا مستكحل و الكل اهو كانت خلص منه و بعد نطيب بها بعد لغليتهم عاودت غسلتهم بالماء البارد و طاوة باش نطيبهم جبت هنا البولو متاع الكوكوت متاة حتيت فيها التروف انا باش نطيبها في الكوكوت اذا كان باش تحضطوا طيبوها في الطنجرة تغذلكم اكثر وقت في الكوكوت اهوكا اقل وقت حتيت لها اترتين متاع ماء حربتها هنا بالماء اذا كان باش طيبوها في الطنجرة اضعوا اكثر ماء خطر الكوكوت معنى ديمان اضعوا اقل ماء اي ترتين انا سوفها طيبة هاي اللي ملوه للاخر مازدتش حتى قطرة متاع ماء و طاوة باش نطيبها المرة لولا نص ساعة و بعد نكمل نطيبها مع الحمص لها ما حتيت تشلام من اللحلة حتى شايره طيبتها هكي كامل غير شيء و بعد ان شاء الله طاوة انفوح و هذو ما الهنى بقيت المكونات بالطبيعة الحمص الحمص الضروري في الوصفة هذيه اخذيت الهنى حكاية 250 جرام حمص ولا هاي كصحفة هذيكة تبدى مليانة اذا كان انتو ما بشتعملوا كمية اكبر اهوكا زودوا في الحمص بالطبيعة وتزودوا في اللفاحات الكل اذا كان كمية اقل اهوكا كيف كيف تنقصوا في الحمص وتنقصوا في اللفاحات اخذيت الهنى مغرفتين كبار متاع تماطم اينا ديما اقول لكم في كل فيديو نطيب تماطم اقول لكم راي تماطم متاعي خفيفة اخذيت الهنى مغرفتين تماطم اذا كان في تونس و تماطم متاعكم حطوا مغرفة كهو و اخذيت الهنى راس كبير بالبهي متاع ثوم الهرق متحب برشة الثوم ارحيتوا كيف ما تشوفوها كيكا و زيدها بش نستعملوا اذا كان معنى راس متاعكم صغير و المغرفة كبيرة متاع هريسة عربي و انتوما والحرورة اللي تحبوا عليها بالنسبة الكركمرة و مش ضروري غير اينا نحط في مكلتي ديما الكركم اما هو يبدللها لونها من المستحسن ما تحطوش كركم بش اكيكا تجيكم حمرة بالبهي والملح اهوك حسب الرغبة متاعكم و مغرفة كبيرة متاع فلفل زينة اللي هو الفلفل الحمر و مغرفة كبيرة متاع تبلو كاروية هذو ملفاحات اللي بش نفوح بيهو و فما حاجات اخرين نزيدها من بعد و بش نتفقدها توا و نشوفها اذا كان طابت و الا ليه و اللي هنا يصيب بعد حالت عليها الكوكوت نيقصة رهي تيب اللي هنا اريدوك تعرفوها طابت لازم الحم هذيك يتنحى من العظم دونكرا هي طابت انا بش نكمل انفوح و بعد نخليها اتكمل تيب نص ساعة اخرى مع الحمص بش نحط توا المكونات اللي ساميتهم الكم الكل بعد لا تحطوا اللفاحات و تماتم اهوكا عملوا لها تحريكة بيه بش كل شي يدخل في بعضه ولفاحات يتحلوا نكمل هنا نحط الثوم و بعد نحط الحمص و نسكر عليها المرة اللي هنا عمرتها 20 دقيقة امرني بعد زدتها درجين اخرين دونك الكل في الكل تابت ساعة المرة اللي هنا نص ساعة و بعد نص ساعة مع الحمص و لفاحات اذا كان انتو ما بش طيبوها زدها في التنجرة من غير كوكوت اعملوا بنفس الطريقة لما رأيو طيبوها وحدها و بعد تفوحوا و اضيفوا الحمص و تكملوا طيبوها بالنسبة الوقت لحقيقة ما نعرش قديش بالضبط كل واحد كيفيش تشدلوا وقت اللي هنا ساية رأينا طابت امورها واضحة ريتوا كيفيش بش تعرفوها طابت كيما قلت لكم العظم يتنحى من الحم هكيكا راهي طابت بالبي خطر هي بنتها تبدأ طيبة زبدة هاتوا نزيد نوريكم ريتوها كيفيش طيبة على الاخر والحمص زيدة طيبة بالبيهي بالبيهي هاتوا نوريه لكم كيفيش و هنا في المرحلة هذي تنحو العظم وتحبوا تقصوها تروف تروف ولا تخليوها هكيكا كبيرة كيفما تحبو كما تستنسين تعملوا هنا الكوكوت متاعي راهي ما تنشفش جملة الماء معناها هنا ما سكرت هاي جوس نحيت لغطاء و خليتها باش تختار شوية كومين باش ما تبداليش يسر ميها هنا كملت نحية العظم الكل اللي فيها باش يبقى فيها كان تروف متاع الحم هذوما وهوكا فما لي قصيتهم جويدين على الاخر باش يبدوا نفس الكوبر متاع الحمص و باش نضيف نصف مغرفة صغيرة متاع متاع زيت زيتونة و باش نكامل نضيف نصف مغرفة صغيرة متاع كمون الكمون زيدة يبننها بارشراه وبعد لنضيف الزيت و نضيف الكمون نعمل لها تخليطها صغيرة و نصيح لهنا حضرة هذي الهرجمة بتاعنا باش نورقيه لكم توافي صحان التقديم لهنا حتيت فيها حتى شي هذي الهرجمة تنجموا تاكلوها هكيكا مع قدمة خبز وتنجموا زيدة تعملوها في شكل لبليبي يعني تقصوا الخبز تروف تروف وتزيدوا فوق الهرجمة بتاعنا انا نحب هكا الحقيقة اذا كان باش نزيد فيها عظمة و تن و حاجات نحسوا قوي بارشا اما راجلي يحب هكا تبدأ مشخشخة فيها عظمة فيها شوية تن نزيد الهريسة العربي كبار انا من اكلش الكبار حاسي لوها و كنتو ما اعملوا فيها شنو تحبو تشتهيو انا نحبها كيكا وهو يحب هكا كل واحد يأكل على كيفو بالنسبة الوصفة متاع الترشي زيدة تاكلوهم على بليبي جيبنين برشة و خليلكم الروسات متاعوا في صندوق الوصف صورتوا فيديو واحده و ان شاء الله اجربوا الروسات و ان شاء الله بقدرة ربي تعجبكم تاو مزيد كيمشون قولكم بسلامة و ان شاء الله يارب نتقبلوا فيديو اخر على قريقه